نيابة حلوان وصلت تحقيقتها في حدث الكنيسة كنيسة مرمينة في حلوان تمهيدا لإعداد ملف كامل لإرساله لنيابة أمن الدولة العليا التأرير المبدئية للأدلة الجنائية كشفت عن إطلاق المتهم إبراهيم إسماعيل 150 رصاصة نارية أصفرت عن استشهاد أمين شرطة وتسعة من الأهالي وتم العثور على 148 فارغ طلقات وطلقتين اخترقتها سيارة أحد المواطنين واستقرت بها في نفس الوقت وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أكد استقرار الحالة الصحية لكل المصابين في الحادث وأعلن عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية للدرجة القصوى والدفع ب2887 سيارة إسعاف و10 لنشات إسعاف نهري وطيارتين مروحيتين على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحضائق وأيضا محيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد